بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد كانت لأمنا السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رواية للحديث طيبة مباركة وتضمنت مرويتها أبواب كثير جدا أو دخلت في أبواب كثيرة جدا في الأحكام وغيرها ومن ذلك ما روته مثلا في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم قالت السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية حنشرح ما تقول أمنا السيدة السلمة فبتقول أنه بيقطع قراءته آية آية وبعدين ضربت مسأل بصورة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين يقف الرحمن الرحيم إلى نهاية الصورة الكريمة فوصفت لنا ستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها هيئة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم فقد كان صلى الله عليه وسلم أفصح العربي لهجة وأتمهم صلى الله عليه وسلم بلاغة وبيانة وفي قراءة القرآن الكريم كان سدن رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقف على الآية آية آية أولاً عشان يبين النبي عيسى صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة للا حييجي لمن يأتوا وراءهم بعد ذلك أو لمن وراء نبي عيسى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رؤوس الآيات القرآنية وفي نفس الوقت ومعنيها لأنه بيقف عنده تمام المعنى صلى الله عليه وسلم فبيعلم الأمة كيف تكون قراءة القرآن الكريم كيف تكون التلاوة وكيف يكون الوقوف المعتبر عنده رؤوس الآية المباركات الحديث ده بتبين لنا ستنا أم المؤمنين السيدة أم سلامة رضي الله تعالى عنها زي ما قلنا تلاوة النبي عيسى صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لآيات الفاتحة هي بتدي نموذج بآيات الفاتحة كنموذج من قراءته للقرآن الكريم عموما صلى الله عليه وسلم وهو إن من سنته في التلاوة الوقوف على رؤوس الآي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أم سلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي برضو رواية تانية ولما بنقول عن أمنا سيدة أم سلمة هي التي تروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هي بتنقل حديث النبي اللي هي كانت في قمة التركيز والاستعداد التام الكامل لتحصيل وتلقي أنوار الوحي الشريف سواء القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة ثم تقوم بعد ذلك برواية هذا العلم لطلابها من أهل العلم وللسائلين عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمتعلمين الطالبين لسننه صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين سيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت أو المريض لما تروح تحضر عند ميت أو مريض فقولوا خيرا إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون يعني لما نبقى بجوار ميت أو مريض لابد أن نقول الخير إن إحنا مثلا بندعو بالشفاء للمريض العيان ده وبندعو بالرحمة للمتوفى ما نتكلمش كلام بقى الدنيا ما نعودش نقول ده كان بيعمل وده كان بيسوي أو لما أزور المريض لأنتقل كلمات اللي أقولها المفروض إنه تبقى كلمتنا بجانب المريض كلها دعاء له بالشفاء والعافية والحديث ده في عجيبة إنه المتوفى بجانبه الملائكة والمريض الذي لم يشفى بعد بجانبه الملائكة فلبي يعد جنب مريض قاعد في حضور خاص في الملائكة اللي هم بيبقوا مع كل واحد مننا الحفظة لكن في حضور خاص للملائكة الكرام بجانب هذا المريض فيبقى نؤمن نقول الدعوات الطيبة فتؤمن الملائكة على ما نقول قالت أمنا السيدة سلمة فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات طبعا أبو سلمة اللي كان زوجها قبل أن تتزوج من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي بتحكي إنه لما زوجها توفي أتت رسول الله فقالت له إن أبا سلمة قد مات فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول هذا الدعاء فقال لها قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنة قالت فقلت فأعقبني الله عز وجل من هو خير لي من محمدا صلى الله عليه وسلم من مرويات سيدة أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها قولها وهي بتوصف من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وتحفظ عنه سننه عشان تحملها لطلبة العلم سواء اللي كانوا موجودين مزامنين لها في زمن النبوة الشريف أو بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من طبقة الصحابة أو من التابعين تقول السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما خرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء رفع نيل السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي الحديث ده اللي بترويه أو بتقول لنا فيه ستنة أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه يعني رفع طرفه ببصره رفع عنه كده إلى السماء والمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بصورة دائمة إذا خرج من البيت دع الله وقال اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك يعني ألجأ إليك أحتمي بك أستجير بك من؟ إني أضل أو أضل طبعا النبي بيعلم الأمة هو المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يضل أو أن يضل لكن هو بيعلم الأمة فهو بيعلمنا هذه الكلمات لنتعلم ذلك وبترويها زوجته السيدة أم سلمة ثم تعلمها بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وعلمها للمسلمين من خلال سننه الطيبات فسأل الله ليعلم الأمة ألا يضل أو يضل وحشاه صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم إنما هو يعلم الأمة والمعنى إنه بأن يقع السائل أو الداعي في الضلال إنه يضل بنفسه أو يقع في ضلال أو إنه يكون سبب في إنه يضل غيره وسأل الله أو أزل أو أزل الزلل هو إنك تغلط فتقع في المعاصي ترتكب المعاصي تزل رجلك فترتكب المحزور من تشفي سبات وسكينة أهل الإيمان ساعتها تقع فالنبي بيعلمنا هذا المعنى الكريم والمعنى إنه أجرني احميني يا رب من إن أنا أقع في الدم أو المعصية بسواء يعني أنا قصدت ذلك أو لم أقصد ذلك يعني سواء بقصد مني أو بغير قصد مني ثم سأل الله أو أظلم أو أظلم يعني استجار بالله وقال أعوذ بك أن أظلم أحد إني أكون سبب إني أظلم إنسان من أو أظلم حد من خلقك في أي أمر من الأمور أو إنه يظلمني أحد يعني لا أوقع الظلم على غيري ولا يتمكن غيري من إيقاع الظلم علي وده لأنه سوء عاقبة الظلم عظيمة أو أجهل أو يجهل علي يعني أعوذ بك أحتمي بك ألجأ إليك أستجير بك من إن أنا أفعل فعل الجاهلين أعوذ بك من أن أفعل فعل الجاهلين يعني من سوء الخلق أو إيذاء الناس أو إن حد يعمل فيه كده أو أن يفعل أحد بهذا الفعل إنه يؤذيني حد أو يضر بي وربما قد يحتمل المعنى برضو إنه أعوذ بك أن أجهل شيئا من الأمور ولا أعلمها أو لا يعلمني إياها أحد أو يعلمني إياها أحد أي مكان يعني اللفظة تحتمل كل هذه المعاني والحقيقة إنه مثل هذه الأدعية اللهم إن أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو دل منق كل ما في إطار هذه الأنواع من الأدعية المباركة هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا وبنأكد من باب التعليم لأمته صلى الله عليه وسلم لأن حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام معصوم مما يستعيز يعني منه فيها هذا الحديث اللي رويته الستين أم سلمة فيه الحس على الدعاء وفيه التزام الإنسان المؤمن بالدعاء على كل حال شوف أنت ممكن بتبقى خارجه ونازل من بيتك كم مرة وكم مرة أنت بتتذكر تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الحديث ده اللي رويته أم سلمة رضي الله تعالى عنها عشان تعلم الأمة وتحس الأمة على التوجه إلى الله تعالى دوما وتحس الأمة على أنه الإنسان يصدق في دعائه لأن الدعاء الصادق من القلب الخاشع بيمثل درجة عالية جدا من حسن التوكل على الله تعالى وجميل الالتجاء إليه وإقرار العبد بقدرة المولى سبحانه وتعالى وإذعان العبد وإقراره وتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار جل جلال الله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما دعاء لله في كل أحواله ومن هذه الأحوال لما كان النبي يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم يرفع بطرفه إلى السماء ثم يدعو بهذا الدعاء المبارك أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن روينا لنا الخير العميم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنكر ميراث النبوة هو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه تسليما كثيرا فنستعيذ بالله من هؤلاء وإحنا في هذه الحلقات بنحاول مع حضرتكم يعني نبحر كده في السيرة عشان نشوف مدى حفظ المولى سبحانه وتعالى لسنة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم وإزاي مدرسة النبوة أنتجت باقة عظيمة من المدارس العلمية من بيت النبوة وفي مدرسة النبوة تخرجت فكانت أمهات المؤمنين وكان الصحابة الكرام رجالا ونساء هناك طلبة يتلقون الحديث النبوي الشريف ويعلمونه وهناك زوجات النبي الفضليات يعلمنا هذا الحديث الشريف وحنشوف تلمزة ستنا أم سلمة في الحلقة المقبلة لنرى أن أمهات المؤمنين كنا مدارس يعني علمية كبيرة في ميراث النبوة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين مرحبا بكل مشاهدينا الكرام ومشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون مرحبا بالجميع وسريعا كده ننوه إلى الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة اسم ده اسم صفحتنا بنستقبل على الصفحة كل الأسئلة اللي حضراتكم تحبوا تبعتوها نستأذن حضراتكم أن نجاوب تباعا باقة باقة من الأسئلة عشان يستفيد الجميع من الأسئلة اللي حضراتكم بتسعدونا وبترسلونا على صفحتنا هذه الأسئلة مخصصين يوم للرد على الأسئلة اللي بتفد على الصفحة هو يوم الأربع نلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء بنكون من السبت إلى السلاتاء تقسيم البرنامج من السبت إلى الثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم وفي رحاب كذلك استقبال أسئلة حضراتكم اللي بتأتين على الهواء مباشرة يوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة اللي بتيجي على الصفحة وبيكون فيها استفادة في الإجابة كذلك بنعرض على حضراتكم كتابنا كتاب قلوب عامرة معنا أستاذ دعاء عليكم السلام ورحمة الله أهلا بك يا أستاذ دعاء ربنا الذكي استحى يا رب يا رب الله ويجي ذكي خير على الثامنين أمين أمين يا رب أمين شاكل وبحلس عليها في البيت طالق وهي بتعمل مستقبل يعني بيشتغل عشان ظروفها هو شغال الأرزائي ولما دي بتخلص في البيت مكسورة بيقعد على حسبها بيجي على طول بيحلس بقول لها لو عمسوا حاجة من ورائحة تبقي طالق مني هي بتتخش جمايات ما هو عارف عنها وفي جماعيات لا بتقول لها أعمل قرش يعني ينزل ضروق يعني هي بتعمل حاجات خاصة بيها هي؟ لا والله لي هو اللي تبت نفسه يعني هي عادة مفتوح وكانت شايلة هي وهو عامين جمعية وزيبه حلق عشان يعني ايه؟ أنا فاهمة أنا فاهمة هو عايزي يسيطر يعني على المدخل بتاعه خليها بعيته وعملينا مشاكل عليه فاهماني وثلوث داعي سيها برضا ايه؟ بتقولي في الفلوث اللي هشيلها تنص عندها بنتين وهو بيحلف يقول لها ايه؟ عليا الطلاق لو عملتش حاجة من ورايا تبقي طالق مني كتهزين وفضلش اللي غير يمين واحد وفي نفس الوقت احنا ما نقدرش نعرف كم يمين كده غير لما يروح على دار الافتاة وفي حاجتان مبدئيا يعني مبدئيا عشان أنا مسائل الطلاق دي من زمان جدا انا عاملة حد الناس تطلع على دار الافتاة لان بلازم يتقعد معاهم في لجنة هناك بتقعد بيجيبوا حد يقعد معاهم يتكلم معايا يشوفوا يسمعوا يسمعوا الزوجة ما يبقاش الأمر لا أصل فضل طلقة أصل فضل طلقتين لن يستطيع أحد أن يجزم بذلك بعد الجلوس إلى هذا الزوج ويستمع اللفظة اللي قالها ايه وايه الوضع وايه الحال اللي قال عنه ايه حاجة لو سمحت هو بسبب اليمين دوت هي كان كان هو عنده مشكلة والسجام بسببها في التشهود فهي استلفت من حس جارها ده ايه ألفين جنيه اللي قال لها لما أخذ فضل طلقة بيجيب سددهم لما هو تنع كل شوية يقولها سدده ما سدده ما بيجيب سدده ما بيجيب سدده وبيطلع مصارف وبيقضيها وفيش منيته يسدد أختي كده تشيل الزمد استني بس يا دعاء لما طلع منين هو كان أصلا مظهور في التشهود بالسبب كان خاطب واحدة قابليها بغض النظر أنا مش عايز أسأل التفاصيل انتي بتقولي انه برضو تم الحلف ان هو حلف يعني حلف عليها ما تمشي عجل من وراء فهي ما سددتش الراجل ده هو قالها نسدده ما بيسددش طب هي كده تشيل الزمد ان هو ما فددش الألفين جنيه ما هو العيد هتدفع ولا عيد هو يدفع تفاهم حضرتك؟ حاضر فيه سؤال أخير ومعليش العقل فردالي لا معيك معيك وانت كنت حضرتك منذلة دعوة واحدة سألتك انها تعمل حق فقلت لها اقولي بسم الله الوهاب ربي لا تزالني فردال انت خير البارسين فأنا حضرتك انا بقيت ادعي دعوة لاني انا عملت حقني الثلاث مره فأنا ربي دي قرمني وبعد شهرين مدفع بطني لا حول ولا قوة الحمد لله على كل حال في نسبة انا اخدت برشيم اجهاض عشان الزمه ما عملتش عملية سمديد فقبل السقط اللي نزل ده انا فوقت تحت دفعنتي طب هو ده مدفع السقط اللي نزل ايه؟ كنت دفعنته طب هو اصلا كانش يتمي الشهرين شهرين على ثلاثيام طيب بنا يخلف استمري على الدعاء ونحمد الله على كل حال طب انا شهرين بان هو نزل الوظف الحمام ما عليش انت لم تقصدي لم تعمدي الى هذا الفعل ما صنعتيه عن عدم معرفة شكرا ليك يا دعاء حاضر يا دعاء هرد عليك شكرا جزيل معانا ست امو مريم شكرا حبيث اهلا بيك يا ست امو مريم ازاي صحيح؟ الحمد لله الحمد لله انا عايزك بس تدعيلي انا وبنت واخواتي بس ومتبقش تتأخر علي انا بتعيلك كله اتاق كله بتعيلك وبتعيلك عايزة كله حبيث وبنت وكل حيح حاضر يا ست امو مريم بس نبهيني عايزة دعاء بخصوص ايه في موضوع ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله اللهم يسر لك كل امر عسير يا رب اللهم يسر لك كل امر عسير حاضر يا ست امو مريم واشكرك انك بتدعيلي تقبل الله مننا ومنكم استاذة نغم بس ما تبكيش ازعليكم السلام يا ستة نغم الحمد لله يا ستة كلة انا افعلي ازعاج ابدا مفيش ازعاج انا عندي شؤالين ان شاء الله تفضلي السؤال اولان السنة المؤكدة لسلاة الدهر حاضر والشؤال التاني معت سلاة الاستخارة اطليها امتى عسان فيه ناس قالولي طليها بعد العاشة عشان تحلمي بالخير حاضر شكرا 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 حبيث شكرا حبيث العافي ستة كل خلاص خلاصت استاذ نغم ولا لسه استاذ محمد ايوا ستة كل لو سمعت يا دكتورة تفضل يا فاند اه اه اعز اعرف معنا الاية القرآنية في سورة تالي عمران رقم اتنين الله لا اله الا هو الحي القيوم ايه معناها حاضر لا اله الا الله لا اله احنا ما معرفتنا برضو ايه الى حد ما محدودة وعلى ادها فاحنا يعني اعزنا نستفيد من علم حضرتك وكده ربنا يخلي حضرتك اتوضحي هو انا انا ممكن اقول تفسير سريع لكن انا حب استفيد في تفسير الله لا اله الا هو الحي القيوم جل جلال الله فبحب ارجع ايات التفسير لحلقة المسجلة لو تسمح لي حعمل حضرتك هتقول عليه فستأذن حضرتك خليها في الحلقة المسجلة عشان استفيد في الاجابة عنها وان كان ممكن نشير الى معنى كده يعني لن يوفي هذه الاية العظيمة هذا البحر حضرتك اشرت اليها وتود يعني بيان المعنى فيها بحور من المعاني لا تنتهي فكل ما كان يعني متصل بالله لا ينتهي ابدا جل جلال الله فان شاء الله في الحلقة المسجلة مش الاربع ده ان شاء الله لبعده نسأل الله السلام معنا استاذ ايمان يا استاذ عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله سيتكون فعدي اذن حضرتك هو انا حصل بين اخواتي مشكلة اخواتي البنات انا كنت مطلقة يعني دلوقت اتجوزت جهوزة تم اعدت خمس سنين مطلقة وبعد كده اخواتي اخواتي جم عليها شوية وكل واحدة قالت فيها حاجة مش فيها اقلوا كلام ده بعد ما حركت جوزتي ولا اثناء الخمس سنوات قبل اه اثناء الخمس سنوات اه ماشي بس بعد اما انا الحمد لله يعني كنت والله اي واحدة فيهم طاعفي دي اكتباه جنبها يعني مطلقة بحد فيهم اه بعد كده اما انا جيت اتجوز الجوازة التانية استأذنت وردتي ان انا مش عايزهم يعرفوا عني حادث يعني خلاص اتأذيت منهم كل واحدة قالت انت تعرينا ومش عارف ايه فانا خلاص اه وقالوا انت مش قطنة ومش عايزين اتفى حياتنا فان اما انا جيت اتجوز الجوازة التانية اه هم بالوقت زعلانين ان انا معرفتهمش يعني انا حتى انا لو حتى عندي مشاكل معهم يعني امر الزواج ده ما بيتخباش مش ان انا خبي انت قلتوا ان انا ان انا فيها كل حاجة فانا خلاص انتوا مش عايزين انا كمان مش عايزة عايزاتو في حياتي طب الوالدة الوالدة رأيها ايه في المشاكل دي يعني الوالدة رأيها ايه في اللي بيقولوه هم كمان اطعوها عشان ما صدقتش في الياه كده اطعوا والدتهم اه ما بيكلموهاش بقالهم انا وانا كمان زكور ولا ايناس دول ولا زكور وايناس لا بنات بس ثلاث بنات والثلاث بنات متفقات على نفس الكلام اه ثلاث بنات ولا بيكلموني ودلوقت لو عايزيني يكلموا والدتي يعني يقولوا الايه حتى عايزين تغفلوه طيب السؤال ايه يا ايمان سؤال بس انا علي يا وزر ان انا مش بكلمهم لان انا خلاص يعني انا زي ما تقولي كده استكتتني ان هم ما قالوا حق انا مش عايزة ارجع لهم تاني ولو رجعك اسمعهم تاني ما ترجعيش اعمل حدود بس مش اقطع اسمعيني يا وستاذ ايمان ما هو يقطعوه انا عايزة ما عند الله وهو ما عند الله يا خير وباق فانا عايزة ثواب الاخرة مش عايزة صنيع البغضاء والشحناء اللي بيعملها ابليس وزرية ابليس واحنا نبقى مستجبين للكلام ده ماشي يا ستة ايمان معنا هناخد ستة ام اسلام سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اننا مزاوجة من ثلاثين سنة وعنطي زوج كده من ثم سنين كده حله تغير مرة واحدة ولا بيسرس ولا بيعمل وحالة المالية زي ما هي ولا تغيرت يعني هو ما نعرفش عنه حاجة من ثم سنين كده مثل ما تريد الماعش من ثلاث سنين ولا سبع سنين سبع سنين كده ما تعرفوش عنه حاجة يعني طفش ومشي يعني لا هو 카يه معنا بس يعني قاعد ومش قاعد أصبر قاعد ومش قاعد ما بيصربش ومش عد طب انت حريك شايفة انه ممكن يكون ده سببه ايه ما عارف هل واحد يقول عشان 70 سنة كبيرة هل يقوله يعني انه بقى مش عارف حضرتك أنا مناعت نفسي مين انت كنت منع طب بس بس ثانية واحد حضرتك كنت منع نفسك أصلا لا دلوقتي غريبة قبل كده حضرتك قبل كده لا كانت العلاقة مضطربة ولا كانت مستقيمة لا مستقيمة بس ثانية واحدة واحدة كده تغير مئة أصلا من غير محركة الداي يعني في بعض النساء بيعملوا كده وبعدين لما بيبتدي يتغير الرجل تبتدي تقول ده هو بقى تغير هو بيبقى خد موقف أو رد ساعل أنا بس بس ثانية يعني حكم الدين ايه ما هو حكم الدين عشان نعرفه لازم اعرف انا كمان بعمل ايه ما هو يعني ايه واحد يتغير بلا سبب جات له حالة نفسية مثلا عشان اعرف لا لا نعيش وانتي منعتي نفسك يعني قريب يعني ظنن انه ده حيتحل ده مش هيتحل لازم نعرف ايه بيت المشكلة ست موسعى حالته المادية تغيرت هل ما طلع المعاش مرتب ومسلا اختلف هل هو كان بيشتغل والله ما عرفت عنه اي حاجة عن الطريق المعاش ولا اي حاجة ما تكلمتيش معاه ما بتتكلميش معاه اتكلمنا فيه بعد كتب مفاوض قبر الله ايوه لما بتتكلمي بيرد على حضرتك يقولك ايه يعني هو بيجيب لي فت حاجات كده بس يعني ما يعني حاجات كده اللي هي بتاع تلبيت ايوه لما حضرتك بتتكلمي بتقولي له فين مثلا بقيت الحاجات اللي انا محتاجاها رده بيكون ايه بيطال بيطال طيب يا سيد امه اسلام هنطلع في اول ان السؤال مش مكتمل يا سيد امه اسلام في حاجة مش زهرة حضرتك مش عايزة تقوليها او حضرتك مش عارفاها لا اعلم نسأل الله السلامة في الاجابة ان شاء الله اسيح حضرتكم مع الفاصل وبعد الفاصل نبدأ في الرد على اسئلة حضرتكم بتيسير الله تعالى وإذنه مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام السادة دعاء بتقول ان حد قال لها ان اللي تنظف شعر الوجه بكل شعر انها بيبقى زنب او بيطول عن حاجة زي كده فيا سيدتي الفاضلة النهي الوارد فيما يتعلق بالنمس ملوش علاقة بالحريك بتقوليه احنا فصلنا الكلام ده كتير لكن ما فيش مانع نزيده تأكيدا وبيانا بانه النمس المحرم هو ازالة اصل الحاجبين واننا بقعد اعمل الموضة معرفش طلع ازاي والكلام ده او ان احنا نغير اصل الخلق لكن ازالة الشعر الزائد حول الحاجبين او حتى في الوجه ملوش علاقة بالنمس المحرم اللي وارد في الحديث الشريف وانما ذلك ازالة هذا الشعر الزائد بالوجه من باب التزين المطلوب ومرأة ابي اسحاق الراوي اللي راحت لستين عائشة وسألتها وقعت لها ما باله المرأة تحف جبينها لزوجها تحف يعني تنظفت شيء للشعر الزائد بالوجه قالت لها السيدة عائشة اميطي عنكي الادا ما استطعتي ده بالمنطق وبالعقل بنقول اصل الخلق سيبيها كما هي تنظيف الزائد المتناثر حول الحاجبين او حتى بالوجه لا شيء فيه مش داخل في مسألة النمس الشرع متسق جدا مع العقل اذا الانسان احسن التفكير بالنسبة لي احكام الاطلاق يعني انا ارجو من اخت حضرتك دي وزوجها مراجعة الزوج انه يروح لدار الافتاء المصري عشان يقعدوا معاه وبرده هيوجهوا وياخدوا وقتهم معاه في التوجيه وانه ما ينفعش اللعب به مثل هذه الالفاظ وما ينفعش ان يحطوا زوجته في حرج فكل حاجة معلقها على اي من طلق وبعدين نشوفوا هل ده لفظ نطق ونطق صحيح سليم باللغة العربية المعلومة بالطلاق كما ننطقها في اللغة العربية ولا قالها ازاي هل هي صريحة هل هي فيها كناية هل هي على جهة اليمين كل ده هناك وهو المكان الانسب لفض هذه الامور مش برامج الهواء وده يعني منهاج مع حضرتكم من زمان جدا بالنسبة لي وبعدين في نقطة تانية بس تتمة لهذه الاجابة هو حلف عليها ما تدخلش نفسها في الحاجات لا تخصه حتى ولا تحله وبتقول هو ما بيحلش هي ملهاش علاقة بحكته هو يروح يحل حكته مع نفسه ما تدخلش نفسها طالما هو على طول كده ايمان الطلاق والله اعلم عقد اليمين في قلبه او لا فما احطش نفسي على المحكة عشان خاطر هو مش قادر يقوم بمعاملاته لن تحاسبي عليه هو يحاسب عن نفسه او اختك يعني صاحبة السؤال الدعاء اللي حضرتك دعيت بيه وربنا اكرمك وبعد كده كان في السقط اللي نزل نستمر على الدعاء ويبقى عندنا يقين بان الله يجيب الدعاء يجيبه وفق حكمته سبحانه وتعالى ايه اللي فيه الخير لي يصرفوا لي لو الخير لي ايكون عندي ذرية يصرفها يعطيها وهو الوهاب الخير انه يدخل لي سواب الدعوة بتاعتي دي في الاخرة سبحانه وتعالى فهو الحكيم الخير انه هو يحوش بها عني بلاء في الدنيا فهو سبحانه وتعالى الرؤوف سبحانه وتعالى الرحيم فاحنا نترك الامور للمولى سبحانه وتعالى نأخذ بكل الاسباب ونحسن التوكل على الله مع تمام التسليم لقضائه وقدره بالنسبة ليه السقط بقى انت كنت في مستشفى التعامل مع الجهات الطبية اللي احنا بنكون فيها كمستشفيات بتتعامل مع هذا الامر بحرص فانت ما تحمليش نفسك فوق ما تطيقين فان كانت هناك منك تصرف انت حسيت انه لم يكن يعني كان المفروض اعمل انت لم تتعمدي او تقصدي الى ذلك وهم حيقوموا بهذا الامر نيابة عنك يا صاحبة السؤال الستة ام مريم حاضر يا ستة ام مريم نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء العاجل التام الكامل عاجلا غير ااجل والانسان لازم ياخد بكل اسباب التداوي ان رجلي متجبسة وبعد كده انا باخد العلاج وبحاول وبعلي النحية النفسية بتاعتي اني اتفائل واني ما بقاش متشأمة واني ما تكثريش من البكاء ولكن اكثري من الدعاء والذكر وسالي الله العافية سالي الله العفو والعافية وسال الله انه يشفي رجلك وحطي ايديك اليمين على رجلك التعبنة او على اي مكان بيوجعك زي ما النبي صلت والسلام قال للسائل ضعم يدك على ما يقلم من جسدك ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحادر سبع مرات ثلاث مرات بسم الله سبع مرات اعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجر وأحادر هذا الذكر نسأل الله به سبحانه وتعالى الشفاء وإحنا بناخد بالأسباب أسباب التداوي وأسباب إن احنا نشوف الأطباء بيقولوا إيه ونعمل بنصيحهم كل هذا من قبيل الأخذ بالأسباب مع تمام يقين القلب أن الشافي هو الله وده عين تحقق العبد في معاني التوحيد نفس المعنى للسائل الكريم أستاذ محمد كان بيسأل عن تفسير الآية الكريمة بالنسبة لأستاذ نغم السنة المؤكدة لصلاة الظهر أرجو التركيز عند جمهور الفقهاء أربع ركعات قبل الظهر واثنين بعد صلاة الظهر أربع ركعات سنة قبل صلاة الظهر اتنين بعد الظهر عند جمهور الفقهاء عند السادة الشافعية اتنين قبل الظهر اتنين بعد الظهر لو أنا هقلد الجمهور أقلد رأي السادة الجمهور هصلي أربعة قبل واثنين بعد الشافعية قولهم اتنين قبل اتنين بعد ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص سؤال حضرتك التاني موقع هو فيه موعد هي بتسأل فيه موعد لصلاة الاستخارة لأن فيه ناس قالوا لها صلي الاستخارة بالليل بعد العشاء عشان أنها تشوف وارد أو يأتيها يعني منام صلاة الاستخارة أو خلينا نقول دعاء الاستخارة الانسان بيصليها في أي وقت ما عنديش وقت محدد ليه وكونها أنك أنت تصليها بعد العشاء ما فيش مانع لكن إن أنا أقول رؤية شيء بعد الاستخارة مش شرط إن أنا أشوف شيء يعني ليس شرطا فيه تحصل إن أنا هصليها بعد العشاء عشان إن أنا أشوف ممكن ما شوفش ومش شرط إن أنا أشوف لأن صلاة الاستخارة أسسها دعاء استعان بالله سبحانه وتعالى أسأله جل جلاله أن يهديني الطريق السليم فدمعنا ومغزى صلاة الاستخارة باخد بالأسباب بكل الأسباب في عمل أنا متقدم له ولكن أنا أعيز أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديني الخير فيما أنوي القدومة إلي أو في الشيء اللي أنا بدأته فأنا بصلي استخرى دعاء استعانة لكن لا تغني ذلك الإنسان إنه يأخذ بأسباب السعي فيحسن التوكل على الله بالأخذ بالأسباب لأن الله تعالى أقام هذه الحياة على الأسباب مع تمام يقين القلب أن الفاعل الحقيقي هو الله أن العاطي هو الله أن المانع هو الله أن الرازق الرزاق هو الله سبحانه وتعالى ده معنى تحقق القلب أيضا بمعاني التوحيد بالنسبة لي الأستاذة إيمان حصلت مشكلة مع أخوتها وأخوتها تكلم عنها كتير الأستاذ محمد معذرة قبل الأستاذة إيمان هو عايز معنى الله لا إله إلا هو الحي القيم جل جلال الله هي إثبات للوحدانية لا معبود إلا الله لا خالق إلا الله لا عاطي إلا الله لا رازق إلا الله لا محي لا مميت إلا الله فهو الحي صاحب الحياة سبحانه وتعالى الآية بتثبت الوحدانية والحياة الدائمة التي يعني للمولى سبحانه وتعالى فهو الحي القيم القيم القائم على كل شيء جل جلال الله ولينا وقفات عند هذا القول الكريم في الحلقة المسجلة مش هذا الأسبوع الذي يليه إن شاء الله تعالى يا إيمان ما تنويش القطيعة مع أخواتك بالعكس أنا عيزاكي تصليهم لأن الأصل في الوصل مش اللي بيوصلني يوصله اللي بيقطع علاقتهم معي أنا بوصله ليس الواصل بالمكافر ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها فلا تنوي قطيعة أبدا وتصلي على القدر الذي لا يحقق لك مشاكل مع أخواتك ست أم إسلام ما ينفعش أنك تتعنتي من الزوج وتمنع نفسك عنه ما ينفعش أنت حتزيد المشكلة اللي بينك وبينه تعقيدا وابحثي عن أسباب تغير الزوج يا صاحبة السؤال نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص دائما ونسأله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين وقال ربكم دعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داوود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك يا مولانا نصرا عزيزا نسألك يا مولانا فتحا مبينا نسألك يا مولانا عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات سطر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم شكرا